أن الذنوب تثقل الإنسان حسًا ومعناء وتؤثر في جسده وتؤثر في عمله وفي انشراح صدره فالعبد كلما أذنب ذنبًا رمى حملاً على ظهره فتأن العظام وتشتكي من الذنوب ويحبس الجسد عن الخير ويثقل العبد عن الطاعات وعن طلب العلم خصوصًا بسبب الذنوب وكلما رمى ذنبًا كلما أبعد عن الطاعة وكلما حمل ذنبًا كلما أبعد عن الطاعة فالذنوب مبعدة للقلوب ولذلك الذي لا يقوم الليل في الغالب الكثير يكون كثير الذنوب تقيده ذنوبه عن هذه الطاعة التي يلذَّة وجنَّة ورحمة للعالمين هذه قضيةٌ مهمة يا إخوة الذنوب ليست أوزارًا يُحاسب عليها الإنسان يوم القيامة فقط وإن كان هذا شيئًا عظيمًا ولكن الذنوب تؤثر في الإنسان في الدنيا حسًا ومعنى تؤثر في جسده فيثقل عن الخير ويُسارع إلى الشر وتؤثر في قلبه فينقبض عن الخير إذا دعي إلى مجلس خير انقبض وإذا دعي إلى مجلس شر سارع بسبب الذنوب فالذنوب تجلب الذنوب والموفق من قطع الطريق على الشيطان بتوبةٍ صادقة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر